يومان فقط يفصلان بين لقاء مرشحي الحزبين الجمهوري والديمقراطي وعضاء المجالس الانتخابية في ولاية آيوة لاختيار مرشح من كل حزب لخوض سباق الرئاسة في 22 نوفمبر المقبل ولاية آيوة الزراعية التي لا يتجاوز تعداد سكانها ثلاث ملايين ونصف المليون مواطن تعتبر ولاية مهمة على طريق البيت الأبيض لأنها المحطة الأولى في سلسلة طويلة من عمليات الاقتراع ولأن النتائج التي ستتمخض عن مجالسها الانتخابية ستكون مقياسا مهما لفرصة المرشح في الوصول إلى البيت الأبيض في آيوة الأمر خاص لأن هناك تجمعات انتخابية وهي مختلفة عن الاقتراع هناك مجهود جماعي في العملية عوضا عن المجهود الفردي إنه وضع مختلف وخلافا لمعظم الولايات الأمريكية لآيوة نظام انتخابي فريد من نوعه فبدلا من الاقتراع المباشر السري من قبل المواطنين يتوجه الناخبون المسجلون إلى مجالس انتخابية يعقدها الحزبان الجمهوري والديمقراطي تكون على مدى ساعات فضاءات للنقاش العلني تنتهي باختيار الحاضرين في كل تجمع للمرشح الذي يعتبرونه الأكثر تمثيلا لتطلعاتهم التجمعات الانتخابية تسمح لك بالتحدث مع جيرانك والتوصل إلى قرار موحد نحن نقوم بتصويت سري لكل الأمور لكن بالنسبة للتصويت لدى الديمقراطيين مثلا بإمكانك التحدث مع الحاضرين وإقناعهم بالمترشح الذي تثق به في غضون ذلك تشهد الولاية حضورا أعلميا كبيرا بانتظار اليوم الموعود الذي سيتوج أكثر من 1200 تجمع انتخابي شهدتها الولاية خلال الشهور الأخيرة حاول خلالها المرشحون الاقتراب أكثر من ناخيبها نحن محظوظون إذ أن العديد من الولايات ليست لها مثل هذه الفرصة إنه أمر جيد أن نتمكن من الحديث مع المترشحين والتعرف على مواقفهم ونحن لا نصدق كل ما يقولونه على الرغم من أهمية النتائج التي ستفرزها أيها إلا أن العديد من المراقبين ينتقدون نظام الانتخاب فيها إذ أنهم يعتبرونه نظاما معقدا وشاقا قد يمنع جزءا كبيرا من المواطنين من المشاركة في العملية الانتخابية شكرا